بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سعيد أن ألتقي بكم في هذه الحلقة سنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما كنا بدأنا في النداء الأول في القرآن الكريم يا أيها الناس أعبدوا ربكم هل تعلموا أيها السادة أن جملة أعبدوا ربكم لم تتكرر في القرآن الكريم وردت مرة واحدة عندنا لفظ أعبدوا جاء 17 مر أعبدوا الله 16 مر أعبدوا ربكم لم تأتي إلى مرة واحدة وهي التي معنا في سورة البقرة أعبدوا ربكم وهنا النداء من ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس أعبدوا ربكم شوف تعبير حتى أعبدوا ربكم كأن سائل سأل لو قالوا أعبدوا فقط طب هنعبد مين أعبد هوايا أعبد المال أعبد الشهوة أعبد الشهرة أعبد السلطان أعبد الجاه ما أخلي بالكم وأرجو أن تتابعوا لهذا إحنا بالأساس كبشر مش بس البشر والجن كمان والملايكة كل من يعقل فطرنا على العبودية آه تعبد إحنا مفتورين على كده خلقنا خلقنا على هذا النحو على هذا الوضع إن إحنا نعبد فإن لم نعبد الإله الحق عبدنا الباطل إلا من نعبد الله عبدنا غيره ما تقوليش حضرتك إنك هتعيش بدون عبودي ما ينفعش تركبتك البشرية تركبتك إذا ربنا خلقك عليها ما تتنسبش إنك تبقى مطلق كده بدون عبودي فإما إنك هتعبد ربنا أو هتعبد سواه حد يقول لي بس إحنا شايفين يا مولانا العالم في بشر كتير جدا ما بعبدوش ربنا ولا حاجة وما بعبدوش غيره إلحى كلامك ما هو صدقيق الجزء الأولاني في ناس كتير ما بعبدوش ربنا آه طبعا أزعموا أن من يعبد الله سبحانه وتعالى أو تكون عبادتهم محل قبول إن شاء الله يا رب هم المسلمين فقط الآن لأن هم اللي بعبود الله محقين الشرطين شرطة قبول العبادة إذا ربنا قال عنهم في سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثواب ربه عند لقاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحر يريد ترجعوا للحلقة اللي فاتت ويعني ترجعوا مسألة الشرطين العمل يكون لله بكل بقى مفرداته وبكل ما تحول الكلام من معنى من حيث الصحة من حيث النية من حيث الإتقان من حيث عدم الظلم من حيث عدم تضييع واجبات أخرى وأن يكون على هدي النبي فيما فيه هدي ده ده اللي احنا قلناه دول الشرطين فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يكون صالحا إلا إذا كان وفق مراد الله على سنة رسول الله صلى الله وإلى الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فيبقى بيعمل ما فيش في نييته حاجة غير ربنا هو اللي بيحركه فعمل بقى دنيوي عمل أخراوي في النهاية هو عمل وهيصبح العمل الدنيا وده عمل أخرى ولما يتحقق الشرطين طيب أقول هل هناك من يدرك هذيني الشرطيني سوى المسلمين بالتأكيد لا بالتأكيد لا ومش هيحقق الأية دي إلا المسلمين أو يعني من كان مسلما بعضهم بالتأكيد ببطوا مش هيستبعبوا هذا ومش هيعملوا يعني يا ربنا يهدينا جميعا إنما محل فهم هذه الآية وتنفذها هم المسلمين فمن كان يرجو لقاء ربيه فليعمل عملا صلاحا مالسل بقاء ربيه أحد لكن غير المسلمين أو حتى بعض المسلمين حتى من يعبدون لن يحققوا هذا وفي نفس التوقع ونفس الوقت من كان حتى ملحدا هو عبد لشيء ما عبد لهوا في داخله إنه يؤمن يبقى حر كده بدون كيود الدين اللي بيعبد المال بقى اللي بيعبد الشهرة اللي بيعبد الشهوة هم فالإنسان مكبول مفطور على العبودي فإن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغيره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعسى عبد الدينار تعسى عبده الدرهم تعسى عبده القطيفة القماش واللبس موضو موضاو الاخره والشيطان ما يهموش حضرتك إنك تبقى عبد الشهوة عبد الهوى عبد السلطان عبد أيا كان هو ما يهموش المهم أن لا تكون عبدا لله بس ولذلك ربنا اليوم هيخاطب كل الكفار بلا استثناء بلا استثناء يقولون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان على تقول لهم كل البناء أدمين دول اللي معبدوش ربنا عبدوا الشيطان أيوة ما هم لم يعبد الله عبد الشيطان بس الشيطان ده له صور عديدة هو مش مقصود بس إن عبدت إبليس إن عبدت الشيطان في الكون إليه لو بتكلم على تحديدا من يعبدون إبليس كله سواء في العالم الشرقي ولا العالم الغربي كله إنما كل من لم يعبد الله عبد السيطان فيقوم يجمل كده ربنا صلى اللي قول ويقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا السيطان فاللي مشي وراء هواه وراء السلطان وراء الشهوة وراء 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 هو في إنه يعبد السيطان لم يعبد الله فإحنا جبلنا على التعبد على العبودية ليكون أمامنا أحد طريقيا يا إما نعبد الإله الحقي عبدنا الباطل يا نعبد الله عز وجل فيبقى ده الوضع الطبيعي يا عبدنا غير الله لا إن شاء الله نعبد ربنا بقى وننفذ الأمر أعبدوا ربكم طيب ربكم ده من ما سبهلناش علمنا وقال لنا هو من سبحانه وتعالى مش بس كده علمنا هو من بطريقة تجعلنا نقول فحلا هو الجديد بالعبادة هو المستحق لأن يكون معبدنا سبحانه وتعالى في علامة فقل أعبدوا ربكم الذي خلقكم ومش أنت بس والذين من قبلكم وبعد نقول لعلكم تتقون خليني هقف بعد شوي عندي دي هل لعلكم تتقون خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ولعبدوا لعلكم تتقون هنجيلها بعد شوي إنما خليني هنا أقف مع قوله ربكم الذي خلقكم الله ده منطق أو الله منطق جدا الله ونعبدك أنت لي أنت إيه اللي عملت له عشان أعبدك أنت أيها المشاهد إنما لم يقول أعبد ربي الذي خلقاني ده كفية أوي كفية جملة الذي خلقاني أعبد من خلقاني شكرا ده منطق الله أعبد مخلوق زي لي ما الذي قدمه لي يستحق أن أجعله إلها معبودا لا شيء عمل لي معروف شكرته بيعملني كويس حبيته ده أقصى ما في الموضوع جاملني جاملته عمل لي شغلانا أعطيته أجر عليها خلصت خلصت إنما إن أعبده ليه ما الذي يدعوني إلى عبادة غير الله طب الله خلق خلق وإذا لك هيجي بعد كده يقول لنا وي وي فأروني ماذا خلقوا الذين من دوني تبدو بتعبدوا حد من دون الله ما الذي فعلوه لكم ما الذي خلقوه لماذا تؤلهوهم لماذا توكروهم وتعظموهم إلا عملوا ليكم الله خلقنا وأضيف لكم مع الخلق سبحانه وتعالى لم يخلقنا ويتركنا إنما خلق ودبر دبر لنا أمرنا ولذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم مع المشركين وأمر النبي الكريم بآن يسألهم ولئن سألتهم من خلقهم طب أنتم بتعبدوا الأصنام دي من اللي خلقهم قال لخلقكم هل خلقتكم هذه الأصنام والعجيب أن جوابهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله حتى قال ومن يدبر الأمر فسيقولون الله طب أنتم عارفين أن الخالق هو الله وأن المدبر والمتصرف في الأمور لأنه المالك هو الله بأي منطق إذن تعبدون غيره فين المنطق ولذلك لما عبد الله بن جبير كان مأسور في غزوة بدر وكان مشركا ما يزال والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يجعل الأسرة قريبين من المسجد لعلتين لألا الأولى اللي رايح المسجد يأخذ معاه بعض الصدقات من طمر أو خلافه فيطعمهم وتقول أن نطعم الأسرة اللي كانوا بيحربون أن لأه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم من وجه الله لا ننذ منكم جزاء ولا شكورا الشيء الثاني إنهم لعلهم يستمعون على القرآن من فم النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا رب لا تحرمنا جوار النبي في الآخرة ولا تحرمنا سماع القرآن يا رب منك في الآخرة اللهم أمين فلعلهم أن يستمعون القرآن من فم النبي عليه الصلاة والسلام فيؤثر فيهم لأن القرآن مؤثر وفعلا يحكي ابن جبير فيقول دخل النبي صلى الله سلم المسجد ليصل المغرب وفي صلاته قرأ من أول سورة الطور حافظ أفضل النبي حتى إذا بلع قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمخلكوا من غير شيء أم هم الخالقون أمخلكوا السماوات والأرض بل لا يوكنون ولما سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام كاد قلبي أن يطير سبحان الله وفي رواياه كاد قلبي أن يتصدع كأن كنبلة الحق نزلت على الباطل الذي في قلبه ففجرته ففجرت الباطل فخرجت الفطرة فأصبح الرجل يتساءل ويكرر السؤال والاستفهام أم خلكوا من غير شيء أم هم الخالقون وكأن عقله وقلبه معا يقولان لم نخلك من غير شيء ولم نخلك أنفسنا إذن هناك خالق والخالق هو الله والخالق إذن هو المستحق للعبادة طبعا أعبدوا ربكم الذي خلقكم هتولي حد خلقنا تولي ما هو بابا لما تجوز ولا أبي ولما تزوج أمي أنجبني وحضرتك أبوك اللي خلقك دا يدوب دور الأب دور الرجل هي نطفة بأمر الله خلقها الله أفرأيتم ما تمنون النطفة دي نفسها أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون هو الأب الرجل يملك أن يخلق هذه النطفة افتلاقا افتلاقا الله خلقها ووضعها فيه فإذا جامع زوجته وضعت أو انتقلت إلى الزوجة فيخصب حيوان منها واحد يسميه الحيوان المنوي يخصب البويضة من الذي خلق هذه النطفة وفيها عشرات الألاف ولا مئات الألاف من الحيوانات المنوية من الذي سمح لحيوان منها أن يخصب البويضة من الذي خلق البويضة في المقابل هي المرأة تملك خلق البويضة لا المرأة تملك خلق البويضة ولا رجل يملك خلق الحيوان المنوي الذي هو في النطفة اطلاقا فعايز تقولي الأب هو اللي جابنا هو اللي خلقنا ما حصلش لا النطفة خلقها الرجل في نفسه ولا البويضة خلقتها المرأة ولا يملك الرجل الذي وضع النطفة لا يملك اطلاقا لأي حيوان منها إنه ينطلق ليخصب البويضة نعم هذا بأمر الله وحده طب خصبة البويضة من الذي يملك بعد ذلك أن يجعل من هذه البويضة التي خصبت نطفة وأن يجعلها بعد ذلك علقة وأن يجعلها بعد ذلك مضغة هذا خلق يا سادة وراء هذا الخلق خلق كوة عظيمة هي التي تجعل هذا التطور في خلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة خلق فخلقنا العلقة مضغة طيب من الذي يحول هذه المضغة اللي هي عبارة عن قطعة لحم صغيرة يدوب على قد ما توضع في فم الرجل ما هيش حاجة كده ضخمة تسد بقه وفي نفس الوقت على هيئة فيها نتوآت كأنها ممضوغة من الذي يحولها بعد ذلك إلى هيك العظمي هل ده طبيعي؟ هل لو جبنا قطعة لحمة كده حطناها كده مئات السنين تتحول لهيك العظمي؟ من الذي جعلها تتحول لهيك العظمي؟ من الذي كسى هذه العظامة بعد ذلك لحما؟ وجعل فيها الأعصاب وقسم فيها الأعضاء جعل عين نبصر وجعل أذن نسمع ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين عقله يرشد الخر والشر؟ ده إيه بالضبط؟ هو ده أمر كده طبيعي بيحصل بالطبيعة؟ نفسي حد ملحد يفكر فيه هذا هل ده جاي صدفة كده؟ عشرات البلايين من البشر على مدى التاريخ صدفة؟ صدفة حطة لحمة كده تتحول لهيك العظمي بعصب بتكسى لحما وتخرج لنا بعنين تبصر وبهذا التركيب العجيب جدا لما يحترون في تركيب العين بأذن فيها من التعقيدات ما فيها بعقل ومخ فيه من التعقيدات ما فيه إلى آخره هل ده طبيعي؟ يقول ربنا يتساءل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهنا يقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم تأمل هذه المعاني وعلم فعلا أنك أمام خيار واحد لا خيارين أن تعبد هذا الرب الذي خلقك سبحانه ومع كونه خلقك هو الذي يرزقك أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه والله العظيم يا رب لو أمسكت رزقك عنا ما رزقنا أحد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها كل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ليس إلا أنت يا رب إن غار الماء هيجي منين من الذي يأتين به؟ أفوا تكلم عن الماء تكلم عن الطعام تكلم عن كل شيء النفس هذا من الذي أقدرك على أن تتنفس من غير أجهزة نجربنا كلنا واللي دخل كورونا واللي دخل غيره واللي احتاج لتنفس صناعي واللي احتاج لأنابيب أكسوجين مركزة لكي يأخذ الأكسوجين من الذي هيئ لك الأسباب إنك تنفس طبيعي وانت ماشي كده في الشارع ولا قاعد في مكتبك ولا قاعدين هو في استوديو بنتنفس طبيعي لا نحتاج لأجهزة ولا غيره من الذي هيئ هذا؟ أليس هذا هو الجدير بالعبادة؟ هل هناك من يشاركه في هذا الأمر؟ هل هناك من يستطيع فعل هذا الأمر؟ يا أيها الناس أحبطوا ربكم الذي خلقكم ومش أنتو بس لم يخلقكم وحدكم بل خلقكم وخلق من قبلكم خلق من قبلكم من الإنس وخلق من قبلكم من الجن وخلق من قبلكم من الحيوانات ومش محتاج إنه يخلق يعين كده حتة بتاع كده أميبة ولا فطر ولا بتاعه وبعدين ولا خلية وبعدين يسيبها تتطور بقى لوحدها كده تعمل حيوان وبعدك الحيوان يتحول لإنسان ميش كلام ده؟ ميش محتاج لهذا؟ خلق الخلق على هيئة هذه فخلق الحيوان حيواناً والحشر حشر والإنسان إنسان والسمك خلق كل شيء على نحوه الذي أراده الله وخلصتنا الأضية إننا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم طيب يا رب حاضر فما علة هذا؟ يترى علة الخلق؟ ولا علة العبادة؟ هو أقول تاني السؤال والسؤال ده مهم لأن الآية بتطرح هذا السؤال يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هل يترى؟ لعلكم تتقون دي هي تعليل للعبادة أم تعليل للخلق؟ يعني أعبدوا لعلكم تتقون ولا خلقكم لعلكم تتقون ممكن حد يقول لي لتنين صح ممكن حد يقول خلقنا لنتقي ممكن حد يقول خلقنا عفوا أمرنا بالعبادة لنتقي شوفوا الأصل أنه خلقنا لنعبد ونعبد فنتقي يبقى عبدوا لعلكم تتقون فتكونون بذلك حققتم الغاية خلقكم لعلكم عشان تعبدون وما خلقنا لإنسان إلا ليعبدون ولما تعبدون تتقون فنحن نعبد فنصل للتقوى مش هنوصل التقوى إلا بالعبادة طيب ولما نتقي هنصل للشكر الله إذن أنا ربنا خلقني وأمرني بالعبادة لأصل لأني أشكره بس بشكره بإيه بالعبادة الموصلة للتقوى ولقد نصركم الله ببادر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون يبقى اتقوا لعلكم تشكرون أعبدوا لعلكم تتقون ديره عبدناه لنتقيه اتقيناه لنشكره يبقى أنا خلقت لأشكره وسيلة الشكر عبادة تثمر التقوى فمن غير عبادة تثمر التقوى لست شاكرا أنا جاحد تقول الحقيقة إذن ليس الشكر محصورا في قولي الحمد لله وبس إيدي وشه وظهر لا ده محتاج عشان تبقى شاكرا أن تكون تقيا ولكي تكون تقيا يجب أن تكون عابدا إذن إذن علشان تبقى شاكرا لابد أن تكون عابدا تقيا أعبدوا ربكم لعلكم تتقون بينكم سين تعريف بالرب الذي خلقكم والذين من قبلكم مش بس كده مش بس كده وقال لي كمان الذي جعل لكم الأرض فراشا هو مش خلقنا سبحانه وتعالى وسبنا يعني لا عارف نتحرك ولا نروح ولا نيجي ولا نزلع ولا نقلع لا لا ده خلقنا وهيئ لنا الأسباب لنعيش على هذه الأرض بسعادة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا وهنا يكون الذي جعل لكم الأرض فراشا وفي غيرها مهدا وقال أيضا مهادا ألم نجعل الأرض مهادا مش كده ولا إيه مش كده فكأنه ما يزال يعرب بنفسه ما يزال يعلل لماذا نعبده وحده دون سواه خلق جعل الأرض ده فراشا ولحظوا كلمة فراش ده مش مجرد ولما سمها مهاد كمان تعفيني المهاد والمهد ده مش مجرد فراش عادي ده فراش البيب الصغير أي حد فينا حتى لو ما أنجبش ولا ما تجوجش ولا لسه صغير شاف شاف قد إيه الناس بيهتم بالبيب الصغير بالطفل المولود ولسه صغير بيرضع قد إيه بيهتموا بفراشه اللي بسموا المهاد ده قد إيه لما بيجيبوا سرير بيعملهله بجنبين عشان ما يوقعش قد إيه لما يحطوله فرشة بحطوها يعني بعناية شديدة جدا لكم أن تتخيل يا سادة أن الرب جل في علاه لما عبر بقوله سبحانه وتعالى مهادا ولما عبر بفراش فراشا ووصف هذا الفراش بكونه مهاد مدى عنايته سبحانه وتعالى بنا ومن أجل عنايته بنا اعتنى بالأرض التي نعيش عليها فجعلها فراشا ممهدا فراش مهاد فيش تعارض فراش دي كلمة عمى ومهاد كلمة خاصة فجعلها الله سبحانه وتعالى فراشا في غاية التمهد علشان إيه يا رب علشان نعبده فما كلفناش جهد فإن احنا الأول نمهد الأرض اللي هنعيش عليها هي الحقيقة موهدة وما بقي فقط علينا إلا أن نحن نستفيد من هذه الأرض في طاعة الرب سبحانه وفقا لمراده جل في علاه الذي جعل لكم الأرض مهادا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الله بناء محكم وهو دعانا في غير موضع بأن نتأمل في السماوات كلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض انظروا ولما يقول لي فارجع البصر بص كده للسماء كده مرة تانية انت جايز ما خدش بيالك في المرة الأولى ما بصتش كويس هل ترى من فطور وارجع تاني وتالت ثم ارجع البصر كرتين مرة ورد تانية ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبحانه فانظروا في الأرض كيف جعلها لكم فراشا ومهدا وانظروا في السماء كيف جعلها بناء مرتفعا حتى لا تسقط عليكم واجعلها جميلة إذا نظرت إليها لا تكلكك في النظر بالعكس تسعدك وتبهجك بالذات لما تكون صافية وامسكها سبحانه وتعالى بنفسه هي والأرض حتى لا تزول لالله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده واجعل في الأرض هذه الرواسي حتى لا تميد لا تتحرك ولا تضطرب بنا والعجيب أن هذه الأرض تدور وتدور بسرعة فائقة لا تخيلها الإنسان حول نفسها وحول الشمس ومع ذلك لا نشعر بهذا الدورات والعجيب إن نجعل بين الأرض والسماء مسافة بين الأرض والشمس مسافة محددة لو اقتربت من الشمس لحظة يعني قلت المسافة لا احترقنا لو اقتربت شيئا يسيرا لا احترقنا ولو بعدت شيئا يسيرا عن هذا المسار الذي حدده الله سبحانه وتعالى ولو ابتعدت شيئا يسيرا لتجمدنا وتجمد ما عليها أي قدرة هذه إذن لماذا لا نعبد هذا القدير هذا العظيم هذا الخالق هذا الجبار سبحانه جل في علاء هذا المنظم لأمر الكون هذا المدبر لأمر الكون هذا المتصرف هذا المانع هذا المالك هذا المعطي هذا المانع سبحانه جل في علاء يبقى عندنا اعبد ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ثم الذي جعل لكم الارض فراشا ثم والسماء بناءا أي وجعل السماء بناءا وبعدين وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم يبقى اربعة اشياء اربعة علل يبقى لما تربوا اولادكم على انهم يصلوا على انهم يصوموا على انهم يحسنوا في المعاملة مع الناس ان يكونوا محسنين مادة ومعنا ان يكون مركبين لله سبحانه وتعالى ان يكونوا عباد لله علموهم اقنعوهم وذولهم لان ربنا اللي خلقنا وذولهم ان ربنا اللي جعل لنا الارض فراشا وذولهم ان ربنا اللي جعل السماء مهادا بناءا فوقنا محكم جميل مزين بالنجوم وذولهم ان ربنا اللي بنزل من السماء ارزقنا متمثلة مديا في ماء ينزل على ارض فيخرج به من الثمرات رزقا لنا ومش محتاجه رزقا لكم ايها البشر ايها الخلق وهو غني عنكم هو لا يحتاج لهذا الرزق انما انتم اللي محتاجين له فهو ينزله لكم سبحانه وتعالى علموا اولادكم هذا ودايما لما يتكلم في الرزق سبحانه شوف مثلا في قصة وفي سورة سيدنا نوح لما يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا دايما رمز الرزق السماء لانه قال لي في سورة الذريات وفي السماء رزقكم وما تعدون الله يعني مش في الارض يعني لا نسعى انت تسعى في الارض لكن مقدر الرزق ومنزله لك هو الله سبحانه وتعالى فهو الرزاق فلا تطلبه من احد غيره وده من العبادة من العبادة ان تحسن التعامل مع الرب سبحانه وتعالى فلا تطلب الا منه ولا تسأل الا اياه ولا تستعين الا به عشان كده ألنا بعدها فلا تجعلوا لله اندادا الله فلا تجعلوا لله اندادا انداد جمع الندن الند انا وانت بشر زي بعض شكل بعض بناكل بنشرب بننام هنقاسب بندخل التواليات والحمام بشر زي بعض ايه جديد ايه اللي متغير عندي وعندك شي ربنا اداك يعني شوية ملكات في شغلك ولا شوية ملكات في ادراكك ده مول تاني انما في النهاية احنا شكل بعض فاحنا فين الدية بيننا في تماثل بيننا البشر شكل بعض ايه ده احمر شوية وده اصمر شوية وده قوي شوية وده طويل شوية في النهاية احنا بشر انداد زي بعض متكفئين في النهاية وده اللي هيجي بعد كده في نداء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شوبا وقبائل فحنا كنا زي بعض وفي النهاية اللي هيفضلنا عند الله مش لنا ولا بس إنما في النهاية إننا كنا كنا أتقاكم تميز إنما في الخلق لا مفيش تميز ولا حاجة حنا زي بعض طيب مين بقى زي ربنا عشان نتخذ ند من مثل الله في عظمته لما تكلم عن عظمة ربنا لابد أن تستدعي في ذاكرتك آية الكرسي وفي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الدنيا حد ما بينامشي كائن ما بينامشي تقول لي مش عارف بينام وهو وقف شوف أنت قلت إيه بينام وهو وقف بينام بيفصل يعني في وقت هيفصل لما تكلم الرب عن نفسه يقول لا تأخذه سنة مجرد السنة يعني أنا قاعد كده معاكم ممكن أخذ السنة دي لو معي مزيع ولا حاجة ممكن أخذ السنة دي وهو بيتكلم مثلا لو في ضيف تاني ولا حاجة معايا هو يتكلم ونأخذ السنة وإحنا قاعدين مع بعض علاوة مثلا إنما الرب جل في علا لا 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 تأخذه سنة فضلا عن النوم ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يع لو ما بين أيديهم وخلفهم نكمل بقى كده وسع كرسيه السماوات والأرض ولله المثل الأعلى أنا لا أشبه أنا لا أشبه إنما الكرسي كما شاء في بعض الأثار موضع قدم الرحمن أنتو يعني قرأت كده بفهم وتدبر أو رجع نفسكم الوقت وإحنا قاعدين مع بعض كده قوله تعالى واسعة كرسيه السماوات والأرض يعني إيه يعني السماو والأرض حضراتكم عاملين زي كورة صغيرة كده تحت الكرسي الله أكبر السماو والأرض تقصد مثلا جمهورية مصر العربية بمساعدتها الواسعة تقصد مثلا قرأ من الكرات لا حضرتك الآية واضحة بتقول واسعة كرسيه السماوات والأرض والنبوة تشرح الكلام ده كما جاء في بعض الأثار وتقول لي السماو والأرض عاملين زي حالك وفي فلاه عارفين كده الإسوار لما تعالى عاديك من إيدك أو أنت أيها الرجل تقلع الساعة من إيدك وترميها في الصحر رمينا الساعة في الصحر الساعة دي حلقة في الصحر الساعة تبقى هي السماو والأرض والصحرة تبقى هي الكرسي والكرسي موضح قدم الرحمن عرفتم عظمة الرحمن كيف هي؟ مش هنقدر نتصورها طبعا لأن العقل لا يتسع لهذا الإدراك محدود إنما الآن أدركنا فقط أن الله عظيم كرسيه الذي هو موضح قدميه واسعة السماوات والأرض عشان كده حضرتك ما تيجي تقول لي هو ربنا فوقينا ولا تحتينا ولا جنبنا أنت تتكلم أصلا في إيه؟ ده حضرتك أنت ولا حاجة بالأساس والسماء والأرض اللي حضرتك شايفها فوقيك ديا وانت شايف منها يا دوب جزء من كم على السماوات السابعة وانت ما أدركتش حتى السماء الدنيا والأراضين اللي حضرتك قاعد على حتة منها قد كده شبر كل ده كرسيه سبحانه وتعالى محيط به يبقى أن ربنا فوق ولا تحت ولا شمال لا يمين مع أن الله تعالى قال آأمنتم من في السماء رمزا للعلو لكن الحقيقة كرسيه سبحانه وتعالى محيط بالسماء والأرض وإزاك يوم القيامة يقول لي والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه ماهو أكبر وخينا عظمت ربنا ففي النهاية تجعله ند تجعله نظير تجعله شبيه فين الشبيه ينفع زي بقى فيه ند تقول لا 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 أنا ما قلتش إني ليه شبيه أما لعبت غيره إزاي ورزاك بمنطق بسيط جدا سيدنا النبي جاله حد فلمس النبي فيه عقلا كده فبقول له يا فلان كم تعبد قال أعبد سبعة ولحظوا القصة دي عشان هاختم بيها وهاختم بيها برضو الآية فلحظوا فالنفسان بيقول له كم تعبد قال أعبد سبعة قال له سبعة مين دول قال له واحد في السماء وستة في الأرض الأصنام بتاعته بألة في الأرض قال فإذا أصابك الضر من تدعو بقيلة كارثة كده وبلوة كده بتتجه لمين قال أدعو من في السماء الله أكبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كنت تتجه إلى الرب سبحانه وتعالى وإلى الله الذي في السماء إلى الإله الذي في السماء عند حاجتك أليس حريا أن يعبد فلما ربنا يختم الآية بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله إذن لا أستطيع إلا أن أقول ولا أملك إلا أن أقول من عبد غير الله هو ليس بجاهل هو يعلم من داخله أنه يصنع شيئا خطأا هو يعلم من داخله أن الذي يستحق العبادة وحده هو الله لكنه يكابر فلما بيجلوا الأزمة بيرجع فرعون كابر مش بس أنه عبد غير الله لألهم أنا ربكم الأعلى وقال لهم ما علمت لكم أنه غيري فلما جاءته الأزمة حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله لا معبود إلا الذي أمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين فلما رب يختم الآية ما أعظم هذا شيء ملفت للانتباه والله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لأن تجواك وعارفين إنه ما ينفعش بقول الله ند ما ينفعش بقول الله نظير الله يعني اللي عملوا عزير ند لله فعمدوه مع الله زي بالضبط اللي عملوا عيسى زي بالضبط اللي عملوا الأصنام كل دول ولذلك أسوأ شيء وأقبح شيء أن تجعل لله ندا وهو خلقك انتبهوا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة فالله ليس له ند ومدام ليس له ند فليس له شريك فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى نحقك بذلك الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله فلا نعبد إلا الله وأن محمد رسول الله شهدتين لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا نعبد إلا الله على هدير رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمحوا لي فيما بقي من دقيقة واحدة أن أختم بتلاوة هذه الآية والتي بعدها أي الآيتين ننهي هذا النداء العظيم من الرب سبحانه شاء الله نكمل في حلقتنا القادمة بإذن الله نداءات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم علمني الله وإياكم وفقهني الله وإياكم ديننا وجعلنا من العباد المخلصين المخلصين شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم في